قال حدثناه شيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيعي بن عدوس عن عمه أبي رزي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على ود أو ذي رأي حثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن عدوس عن عمه أبي رزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت ولا تحدث بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا والرؤية الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة حثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعماني بن سالمين عن عمري بن أوسين عن أبي رزي العقلي أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا أضعنا قال حج عن أبيك واعتمر قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن النعماني بن سالمين عن عمري بن أوسين عن أبي رزي العقلي أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا أضعنا قال حج عن أبيك واعتمر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سالمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن عدوس عن عمه أبي رزي قال قلت يا رسول الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سالمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي ابن عدوس عن عمه أبي رزي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي ابن عدوس عن عمه أبي رزي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي ابن عدوس عن أبي رزي عمه قال قلت يا رسول الله أين أمي قال أمك في النار قال قلت فأين من مضى من أهلك قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي قال أبي الصواب حدس قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالمين قال سمعت عمرو بن أوسل يحدث عن أبي رزي إنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا أضعنا قال حج عن أبيك واعتمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبي رزي إن لقيط عن عمه رفعه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمن جزء من أربعين جزء من النبوة أشكوا أنه قال رؤية المؤمن على رجل طائر ما لم يخبر بها فإذا أخبر بها وقعت قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدس عن عمه أبي رزي إن العقلي أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظروا إلى القمر مخليا به قال بل قال فالله أعظم قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه قال أمام ررت بوادي أهلك محلا قال بل قال أمام ررت به يهتز خضرا قال قلت بل قال ثم مررت به محلا قال بل قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدوس عن أبي رزي إن عمه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى فقال أمام ررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضرا قال شعبة قاله أكثر من مرتين كذلك يحيي الله الموتى قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزي إن العقلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أمام ررت بأرض من أرضك مجديبة ثم مررت بها مخصبة قال نعم قال كذلك النشور قال يا رسول الله وما الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وهو أن محمد عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك قلبك كما دخل حب الماء للضمآن في اليوم القائد قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن لها عز وجل جزيه بها خيرا ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة واستغفر لها عز وجل منها ويعلم أنه لا يغفر إلا وهو مؤمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني يا علب بن عطاء قال سمعت وكيع ابن حدوس يحدث عن عمه أبي رزيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رؤية المسلم جزء من أربعين جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت قال أظنه قال لا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا قال حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع ابن حدوس عن عمه أبي رزيء قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموت فقال أما مررت بوعد ممحيل ثم مررت به خصيبا قال ابن جعفر ثم تمر به خضرا قال قلت بل قال كذلك يحيي الله الموت قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهزون المعنى قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال بهزون في حديثه قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع ابن حدس عن عمه أبي رزيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها سقطت وأحسبه قال لا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا حدثنا عبد الرحمن وبهزون قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن عدوس عن عمه أبي رزيء قال بهزون العقيلي قال قلت يا رسول الله قال بهزون أكلنا يرى ربه عز وجل قال عبد الرحمن كيف نرى ربنا يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه فقال قال أليس كلكم ينظروا إلى القمر مخيا به قال قلت بل قال فإنه أعظم حثنا بهزون وعفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالمين قال سمعت عمرو بن أوسن قال قال أبو رزيء قال عفان في حديثه عن أبي رزيء أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يطيق الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حجة عن أبيك واعتمر قال حدثنا بهزون حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يا علب بن عطاء عن وكيعي بن حدوس عن عمه أبي رزيء العقيلي أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق الصموات والأرض قال في عماء ما فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق عرشه على الماء قال حدثنا بهزون وحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدس عن عمه أبي رزيء قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره قال أبو رزيء فقلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل العظيم لن عدم من رب يضحك خيرا قال حسن في حديثه فقال نعم لن عدم من رب يضحك خيرا حدثنا بهزون وعفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدوس العقيلي عن عمه أبي رزيء وهو لقيط بن عامر قال أخبراني أبو رزيء أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك قال فقال وكيع فلا أدعوها أبدا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن النعمني بن سالمين عن عمري بن أوسين عن عمه أبي رزيء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حج عن أبيك واعتمر حثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدث أبي مصعب العقيلي عن عمه أبي رزيء وهو لقيط بن عامري بن المنتفق قال أخبراني أبو رزيء أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك فقال وكيع لا أدعوها أبدا حنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن يعلى بن عطاء عن وكيعي بن حدوس عن أبي رزيء عمه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رؤية المسلم جزء من أربعين جزء من النبوة وهي يعني على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت حدثنا عبد الله قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعبي بن الزبير كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وجمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثني عبد الرحمن بن عياش السماعي الأنصاري القبائي من بني عمري بن عوف عن دالهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجبي بن عامري بن المنتافق العقالي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامري قال دالهم وحدثنيه أبي الأسود عن عاصمي بن لقيط أن لقيط خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال لهنا هيك بن عاصمي بن مالك بن المنتافق قال بقيط فخرجت فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفيناه حين انصرفا من صلاة الغدات فقاما في الناس خطبا فقال أيها الناس ألا أني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيامين ألا لا أسمعنكم ألا فهل من عمر إن بعثه قومه فقالوا أعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعل الله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمع تعيش ألا أجلس ألا أجلس قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاته وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه فقال ظن ربك عز وجل بما فتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده قلت وما هي قال علم المنية قد علم منية أحدكم ولا تعلمون هو علم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون وعلم ما في غدا وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه وعلم اليوم الغيث يشرف عليكم آزلين آديلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب قال لقيت لنعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربأ علينا واخثعمين التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة لعمر إلهي كما تدعو على ظهرها ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك عز وجل يطيف في الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب من عند العرش فالعمر إلهي كما تدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك ماهيام لما كان فيه وهي يقول يا ربي أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة ولا عمر إلهيك له وأقدر على على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء ومن مصاريعهم فتنظرون إليه وينظروا إليكم قال قلت يا رسول الله كيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانيكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولا عمر إلهيك له وأقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانيكم لا تضارون في رؤيتهما قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها فالعمر إلهي كما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل ريطة البيضاء وأما الكفر فتختمه مثل الحميم الأسود ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفترق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس يقول ربك عز وجل أوانه ألا فتطلعون على حوض الرسول على أضمأ والله ناهلة عليها قط ما رأيتها فالعمر إلهي كما يبسط واحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر ولا ترون منهما واحدا قال قلت يا رسول الله فبما نبصر قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك قبل طلوع الشمس الشمس في يومين أشرقت الأرض واجهت به الجبال قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفوا وقال قلت يا رسول الله إما الجنة إما النار قال لعمر إلهيك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن للجنة لثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما قلت يا رسول الله فعل ما نطلع من الجنة قال على أنهار من عسل مصف وأنهار من كأس ما بيها من صداع ولا ندامة وأنهار من لباء لم يتغير طعمه وماء غير آسئ وبفاكهة لعمر إلهيك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج أزواج أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذنهن مثل لذاتكم في الدنيا ويذذن بكم غيرا أن لا توالد قال بقيط فقلت أقضي ما نحن بالغون ومنتهون إليه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أبايعك قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب فقى بضى النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطنيه قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني إمرء إلا على نفسه فبسط يده وقال ذلك لاك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك قال فانصرفنا عنه ثم قال قال إن هذين العمر إلهي كامن أتقى الناس في الأول والآخرة فقال له كعب ابن الخديرية أحد بني بكري بن كلاب منهم يا رسول الله قال بن المنتفق أهل ذلك قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جهليتهم قال قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فلا كأنه وقع حر بين جدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخر أجهل فقلت يا رسول الله وأهلك قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قراشي من مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنيك في النار قال قلت يا رسول الله ما فعل فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون قال ذلك لأن الله عز وجل بعثا في آخر كل سبع أمامين يعني نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطع نبيه كان من المهتدين